بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الخاتم النبيين إذن أعزائي التلميذ أعزائي التلميذات بعدما وضعت لكم يعني الامتحان نيل شهادة الدروس الابتدائية لأحد السنوات السابقة في اللغة العربية الآن سوف نضع عناصر الإجابة إذن عناصر الإجابة لهذا الامتحان وذلك من أجل التحضير الجيد لامتحان نيل شهادة الدروس الابتدائية إذن نعيد قراءة النص الطاقة المتجددة هي طاقة مستمدة من الموارد الطبيعية التي لا تنفدو كحرارة الشمس وقوة الرياح وجرايان الماء ويمكن إنتاجها من البحر المتلاطمة أمواجه والمد والجزر وأهم ما يميزها أنها صديقة للبيئة لأنها طاقة نظيفة فهي لا تخلف غازات ضارة كثاني أكسيد الكربون ولا تؤثر سلبا على البيئة المحيطة بها عكس الطاقة غير المتجددة كالنفط والغاز والفحم الحجري التي تتسبب في التغيرات المناخية المتجلية في موجات الحر الشديد والبرد القارس والفيضانات العاتية والأعاصير التي تجتت الأشجار والنباتات والمحاصيل الزراعية اجتتاتا كما تقضي على كثير من الحيوانات التي لا تستطيع التكيف مع التقلبات الجوية الغريبة أضف إلى ذلك انتشار الحشرات انتشارا كبيرا إذن كما تلاحظون النص المقاطع التي مطلوب منكم أن تشكلوها هي مشكولة أصلا إذن الفقرة الأولى من الطاقات المتجددة إلى أكسيد الكربون هي مشكولة إذن تأكدوا من شكلكم هل شكلتموها بشكل جيد كذلك المقطع الثاني من تجتدت الأشجار إلى الزراع اجتتاتا إذن أيضا مشكولة إذا المجال الرئيسي الأول إشكل ما هو مكتوب بخط بشكل بارز إذن تم شكله في النص إذن كذلك أنتم في امتحانتكم إذن سوف تجدون المقاطع التي هي مكتوبة بشكل بارز وتقومون بشكلها السؤال الثاني إشرح ما يلي مستدامة مستمدة المستمدة المستمدة هي المأخوذة أو المستخرجة مستمدة تجتثق تجتثوا يعني تقلع الأشجار تقلع الأشجار من أصلها إذن الإشتتات القلع تجتثوا تقلعوا ثالثا استخرج من النص كلمات وضدها إذن هناك كثير من الكلمات وضدها مثل المد ضد المد هو الجزر المد يعني هو مد الماء والجزر يعني انحسار الماء إذن المد ضده الجزر ثم الحر الحر ما وضد الحر والبرد يعني وهذا موجود في النص رابعا ما مفرد الموارد إذن الموارد ما مفردها مفردها المورد مورد جمعه موارد ثم موجات موجات مفردها موجة هذا أمور بسيطة مفردها موجة الأعاصير مفردها الإعصار الإعصار المحاصيل مفردها المحصول المحصول هذا بالنسبة للسؤال الرابع السؤال الخامس اقترح عنوانا للنص إذن العنوان للنص يعني بإمكانكم أن تقترحوا أي عنوان مناسب للنص مثل الطاقات المتجددة الطاقات المتجددة عنوان أو أهمية الطاقات المتجددة إذن هذان عنوان عنوانان يمكن أن تعنون بهم هذا النص إما الطاقات المتجددة أو أهمية الطاقات المتجددة إلى آخره أو مثلا الطاقات الصديقة للبيعة إلى آخره إذن هذا بالنسبة للسؤال الخامس حول اقترح العنوان السؤال السادس أحدد نوعية المقال إذن أحدد نوعية النص إذن نعوية النص ما هو؟ هل النص قصة؟ هل يحكي لنا قصة؟ لا هل هو المصرحية؟ لا إذن النص واضح أنه مقالة النص هو مقالة سابعا أهم مصادر الطاقة المتجددة إذن كما تعلمون هناك طاقة متجددة بمعنى أنها تتجدد بشكل يومي وهناك الطاقة غير المتجددة بمعنى أنها تنقص طاقة تنقص إذن طاقة المتجددة التي لا تفنى المياه طاقة المياه لا تفنى الرياح الرياح يعني طاقة متجددة الشمس يعني ضوء الشمس هو طاقة متجددة وحركة المد والجزر فهي طاقة يعني لا تفنى يعني طاقة دائمة هذا السؤال السابع السؤال الثامن سلبيات الطاقة غير المتجددة إذن سلبيات الطاقة ما هي الطاقة غير المتجددة؟ هي الطاقة الحفورية يعني النفط الفحم الحجري يعني الغاز يعني هذه الطاقات تفنق يعني هي طاقات غير متجددة ولكن عند حرقها تتسبب في ماذا تتسبب في الفيضانات وتتسبب في موجات الحر والبرد لأنها تؤثر على الاحترار العالمي وكذلك كل هذه الأمور تؤثر على المحاصيل الزراعية إذن هذه سلبيات الطاقات غير المتجددة السؤال التاسع الفكرة العامة للنص إذن ما هي الفكرة العامة لهذا النص؟ إذن النص يتحدث عن أهمية مصادر الطاقة المتجددة وفوائدها كما يشير إلى سلبيات الطاقة غير المتجددة كالكوارث البيئية والأمطار الغزيرة يعني إذن هذه هي الفكرة العامة للنص إذن هذا السؤال التاسع إذن هذا المجال الرئيسي الأول مجال الرئيسي الثاني الدرس اللغوي المجال الفرعي الأول التراكيب وعليها ستة نقاط السؤال الأول استخرج من النص مفعولا مطلقا اجتثاثا إذن هذا مفعول مطلق كذلك انتشارا إيضا مفعول مطلق نعتا حقيقيا المتجددة أو الضارة إذن هذا نعت حقيقي موجود في النص ثانيا إملأ الترسيم بالجملة المناسبة من النص ناسخ حرفي إذن إسم الضامير الها إذن خبر إنه صديقة للبيئة إذن خبر إنه صديقة الجار والمجرور هو للبيئة إذن هذه الجملة يعني مناسبة لهذه الترصيمة وهناك جمع أخرى أيضا مناسبة للترصيمة إذن السؤال الثالث أصل كل كلمة بالظاهرة التركيبية المناسبة تؤكل الفاكهة ناضجة إذن ظاهرة التركيبية المناسبة هي الحال أعطى الغني الفقير قنطارا قمحا إذن الظاهرة اللغوية هي التمييز جاء التلاميذ إلا محمدا إذن واضح هناك إلا بمعنى أن الظاهرة التركيبية هي الاستثناء ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم الآية إذن الظاهرة التركيبية الوردة بهذه الآية الكريمة هو المفعول لأجله تنادى تالتا رابعا أعرب الكلمات حسب موقعها من النص أمواجه أمواجه هو فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف والهاء ضمير متصل مضاف إليه أمواجه غازات غازات مفعول به منصوب بالكسرى النائبة عن الفتحة لأنه جمع مؤنة سالم إذن هذا بالنسبة لأسؤال الثالث المجال الفرعي الثاني المجال الفرعي الثاني الصرف والتحويل استخرج من النص اسما منصوبا إذن هناك أسماء كثيرة منصوبة يعني مثل الطبيعة المناخ الجو الطبيعية المناخية الجوية إلى آخره إذن اسم منصوب إسم مفعول لفعل غير ثلاثي إذن اسم مفعول لفعل غير ثلاثي نجد مثلا مستمدة مستمدة هذا بالنسبة للسؤال الأول السؤال الثاني املأ الجدول بما يناسب مما يلي مجروح قاهر صغرى مطرقة دان عليه نقطتان دان كذلك الجدول التالي اسم تفضيل صغرى اسم فاعل قاهر اسم الآلة مطرقة واسم المفعول هو مجروح يعني دان هذا جدول يعني بسيط إنجازه بسيط سؤال الثالث أحول الجملة التالية إلى المطلوب أحب العامل لأنه يحسب نفسه خادما وهو السيد وأحبه لأنه لحشمته يظن نفسه فرعا وهو الأصل إذن هذه الجملة نحولها إلى جمع جمع مذكر إذن أقول أحب العمال لأنهم يحسبون أنفسهم خدما وهم الأسياد وأحبهم لأنهم لحشمتهم يظنون أنفسهم فروعا وهم الأصل إذن ثم أيضا نحول الجملة الأولى إلى مؤنت مفرد إذن أقول أحب العاملة لأنها تحسب نفسها خادمة وهي السيدة وأحبها لأنها لحشمتها تظن نفسها فرعا وهي الأصل إذن هذا بالنسبة لتحويل الجملة الثانية كذلك على المجال الفرعي الثالثة الإملاء إذن أولا أتمم الجمل بما يأتي إبنى بن ابن إذن جملة الأولى الصحيح أن نقول ابن عباس رضي الله عنه حبر الأمة وترجمان القرآن كذلك نقول عبد الله بن المقفع كاتب مشهور وكذلك الجملة الثالثة الأمين والمأمون ابن هارون الرشيد إذن هذا بالنسبة للسؤال الأول السؤال الثاني أتمم الكلمات التالية بهمزة مناسبة إذن المسؤول الحمزة هي همزة على الواو المسألة همزة على الألف السؤال الهمزة على الواو الأسئلة الهمزة على الياء إذن تلك ياء تلك ياء وليس سطر وليس على السطر إنها الياء الأسئلة الهامزة هي على ياء يعني ياء داخل الكلمة إذن تكون بذلك الشكل ثالثا أحول الأفعال التالية إلى الماضي يدعو يدعو يعني دعا دعا إذن دعا بالماضي دعا ماضي ويدعو مضارع كذلك يحكي يحكي حكى حكى مضارع يحكي حكى ماضي يحكي عفوا يحكي هو المضارع وحكى الماضي إذن ثالثا المجال الرئيسي التالت تحدث في حدود ثمانية أسطر عن مسببات تلوث البيئة وما هي التدابير التي علينا اتخاذها من أجل المحافظة عليها وما موقفك من هذه الظاهرة مراعيا ما يلي إذن المطلوب منك أن تكتب في حدود ثمانية أسطر لا تتجاوز ثمانية أسطر عن مسببات تلوث البيئة وما هي التدابير التي علينا اتخاذها من أجل المحافظة عليها وما موقفك من هذه الظاهرة إذن ما موقفك من ظاهرة ثلوث البيئة إذن ألف تصميم الموضوع إذن ينبغي أن تصميم الموضوع بشكل سليم تصميم الموضوع يعتمد على ماذا؟ يعتمد على مقدمة وعرض وخاتمة المقرؤية أن يكون هذا النص الذي ستكتبه قابلا للقراءة يكون مقرؤا بمعنى أن تحترم فيه التراكيب والناحو والصرف والتحويل إلى آخره يعني أن يكون مقرؤا بشكل عام أن يكون مقرؤا التحدث عن أسباب التلوث يعني أن تتحدث عن أسباب التلوث وكذلك التحدث عن تدابير عن تدابير لوقف هذا التلوث ثم موقف المتعلم من ظاهرة التلوث ما هو موقفك؟ هل أنت مع التلوث أم ضده؟ وينبغي أن تكون ضده التلوث حق تجنب الأخطاء التركيبية والصرفية والإملائية إذن ينبغي أن تجنبوا الأخطاء مختلف الأخطاء الصرفية والتركيبية والإملائية احترام علامات الترقيم بمعنى أن لا يكون نصك مثلا عبارة عن جملة واحدة وإنما أن تحترمها يعني عندما تنتهي من جملة تضع فاصلة عندما تنتهي من فكرة تضع نقطة عندما تنتهي من فقرة تضع نقطة إذن كل هذه علامات الترقيم ينبغي أن تحترمها إذن كان هذا يعني كان هذا هو عناصر الإجابة لهذا الامتحان يعني الامتحان لنيل شهادة الدروس الابتدائية للغة العربية يعني هذا امتحان من السنوات السابقة يعني أريده عليكم من باب التمر على هذه الامتحانات لكي لا تجدوا صعوبة أثناء إنجازها ولا تتفاجأوا بشكل شكلها هذه المديرة الإقليمية بالقنيطرة وجميع المدريات الإقليمية هي تلتزم بنفس البرنامج الدراسي يعني لا يوجد هناك اختلاف بخصوص البرنامج الدراسي يعني الاختلاف يكون فقط في طريقة عرض الامتحان في اختيار النص ويعني في بعض التفاصيل لكي لا يكون هناك تشابه إنما البرنامج دراسي هو نفسه ونفسه إذا تمكنت من إنجاز هذا الامتحان فأنت قادر على إنجاز امتحان أي مديرية إقليمية أخرى واضح؟ يعني كي لا يظن البعض أن يعني هناك اختلاف بين المديريات لا يوجد هناك أي اختلاف بين المديريات لا يوجد هناك أي اختلاف في الدروس وفي المواد التي ستنتحانون فيها نفس المواد ونفس الدروس ونفس يعني المتطلبات يعني المعرفية نفسها نفسها لا يوجد هناك أي اختلاف يعني هناك اختلافات فقط بسيطة يعني في طريقة عرض يعني في الأسئلة طبعا في الأسئلة في طريقة سياغة الأسئلة إلى آخره يعني لكي لا يكون هناك تشابه لأن المطلوب ليس حفظ الأسئلة وإنما القدرة على الإجابة عليها هذا هو المطلوب إذن أتمنى أن أرجو أرجو أن يكون هذا العرض مفيدا بالنسبة لكم أشكركم على حسن تتبعكم ونلتقي مع امتحان آخر من امتحانات شهادات الدروس الابتدائية لدورة يونيو شكرا شكرا